طيب بعض الناس نقاط رياضين المتخصصين بيقولوا انه كارلوس كيروش هو اللي بيقود بمفرده وهم بيسمعش للجهاز المعاون شايف هل في حالة من الانسجام بين كارلوس كيروش والجهاز المعاون وعايزين نتكلم برضو عن نقطة محل الأداء هل ليه علاقة باستبعاد أفشا وطريق حامل؟ طيب مبدئياً لو بياخد بمحل الأداء أنا وصل جداً 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 ان محل الأداء قدم تقارير رقمية شرحت كويس جداً ان أفشا أدواره أهم بكتم جداً من عبدالله الصعيد وأرقام عبدالله الصعيد في الفترات الأخيرة يعني متوضعة بشكل غير عادي هو ما أخدش بالتقرير هو ربما أخذ بعوامل تانية ربما ربما يرى شخصية عبدالله الصعيد عنده سقل عنده قدرة على أنه يقوم بأدوار قيادية شايفه راي من زميله عنده خبرة ربما شاف عوامل تانية لكن فيما تعلق بالتحليل الأداء والتقرير الرقمية لأ أنا بقول لك وأنا وصل جداً ان اللي تقدم له بيقول له لأ أفشا أرقامه أعلى بكتير جداً وأفشا أهم ده فيما يتعلق بجزء التحليل كنا متكلم في الجزء ان هو بيقود المنتخب بمفضو وما فيش حالة من الانسجامة بينه وبين الجهاز المعابل خلينا أقول لك مبدئياً بشكل مباشر بشكل مباشر الكيروش لا يعترف بمساعدية أو ما بيديش المساعدية المساحة الكاملة لكن الأهم من ده ده مش تقرير من المساعدية لكن هو كيروش بالأساس شخصية ممكن تقول عنده الكبرياء عالي جداً ممكن نصل إلى حد الغرور لأن ده لاعب يشتكى منه كريستيانا رونالدو يعني كريستيانا رونالدو في أحد المؤتمرات بينتقد طريقة لعبه بيقول لك هو الوصمي لهذا الشكل جيمس رودريجز في عز تقلقه وريال مدريد استبعده من منتخب كولومبيا خناقته كتير مع أساطير بحجم روي كين في منشستر سيتي فترة أليس فرجسون فهو رجل معروف كانت نتائجه عاملة ازاي بقى في الفترة دي هو نتائجه مع أساطير أليس فرجسون هو كان مساعد ما كانش مدير فني فما كانش بيتحمل بشكل واضح لكن كتير من التقارير طوال الوقت بيتقول لك أن فرجسون كان بيسك فيه جداً وبيستعين بيه في أوقات كتير لدرجة أنه وضع خطط لمباريات تاريخية وفاصلة كان من بينها نهائي شامبيونز أمام برشلون يعني هو ساب الموضوع بالكامل لكيروش أنه يضع الخطة وضع الطريقة ويحط علماته فبالتالي كان بيأخذ مساحة فمعنى ده أنه هو بيسك في خدراته وهو عند خدرات عالية لكن اللي عمله فرجسون ما بيعملوش كيروش يعني فرجسون بيسك في مساعدية قوي ويمكن ده الليدر اللي هو بيقدر يطلع ويفجر طاقات كل حواليه لكن كيروش مش كده أنا بشوف أنه عنده بعض التعالي وده بقى المثل من تصرحاته كتير يعني وانفعالاته في بعض الردود لما يلاقي السؤال مدايق